اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عشان كل ما كنتي ام سعيدة ام عارفة ربي صح عارفة ترمي نبتة في الارض وتطلع نبتة صالحة نبتة كلها خير للمجتمع اللي جاي كل ما هتكوني سعيدة بابنك وبنتك وفخورة بيهم كل ما هيكونوا هم شايفينك ام سعيدة كل ما هيكونوا هم سعدة ومبسوطين وحياتهم احلى كتير جدا عشانك وعشان ولادك احنا عملنا ببرنامج ده واستشارة ام عشان تستشيري وتسألي في كل حاجة واي حاجة نفسك فيها صحة ولادك سلوكهم تربيتهم اخلاقهم ازاي يعيشوا ويتعاملوا مع مجتمع اللي هو فيه تعاملهم مع الناس البسيط تعاملهم مع يعني في كل حاجة بعد كده بيأثر من خلال تربيتك ليهم منهم صغيرين كل كلمة كل حرف بتقوليه كل حاجة لازم تركزي فيها الامة مسئولية الامة مش سهلة بس مستهلة مستهلة منك كتير جدا مستهلة تضحية وصبر وحب ومعافرة عارفة انك بتتعبي جدا وعارفة انك اوقات بتبقي خلاص فاط بيك ومش قادرة اوقات بتبقي عايز تطاري لضرب لعنس لحاجات كتير عشان من كتر من انت محملة على نفسك زيادة جايين هنقولك لأ ما تحميش على نفسك زيادة انت كمان مهمة ولادك كمان مهمين لازم توازني وتعرفي ازاي توازني حياتك صح حياتك مهمة جدا لك ولولادك انت عمود الاسرة الام مدرسة فعلا عشان كده النهاردة عايزينك تسألي وتستشيري عن كل حاجة في حلقاتنا هنتكلم عن كل ما يخص الام والطفل هنتكلم ونقول الطفل ده ازاي تربى صح انت ازاي تعيشي سعيدة معاه عشان الحياة كلها والاسرة كلها تبقى نبتة خير ونبتة في مجتمع راقي متحضر كلنا كلنا بنسعى انه يكون موجود في حياتنا مجتمع ده ابداي ببيتك وابداي بابنك وبنتك وان شاء الله هتكون حياتك احلى حياة في كل حلقة هنستضيف ناس كلهم متخصصين في مجالهم عن التربية وعن السلوك وعن تغذية الطفل وعن تغذيتك انت شخصيا وحياتك انت شخصيا عشان انت اهم حاجة في الدنيا عشان انت يقوم وعشان ولادك اهم حاجة في الدنيا خليكين تابعينا هنطلع عفاصل صغير ونرجع لكو تاني يارب تكونوا في احلى صحة وسعادة هنطلع عفاصل بنرجع لكو تاني استنونا ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنتكلم النهاردة في موضوع حلقتنا المهم جدا اللي بيخص معظم اطفالنا الايام دي وبيخص الامهات كلهم بيسألوا عنه وموضوع حلقتنا النهاردة عن فرط الحركة وتشتت لانتباه هل انا ابني شقي ولا ابني كويس هل انا ابني عنده فرط حركة ولازم يتعالج ولا هو اصلا طفل شقي عادي وشقوت عادية جدا هل انا مضطرة وديه فعلا فعلا للدكتور عشان يشوف سلوكه ولا انا من خلال نفسي اقدر اتابعه ووجهه واعرفه وعنده واشخصه صح عنده ولا ما عندهش فرط حركة هيكون معنا النهاردة ديفتي اللي مشرفاني ومنوراني دايما دكتور رانيا صالح دكتور رانيا صلاح دكتور رانيا صلاح اللي على طول منورانا ومبدعة وبتقول لنا كل تفاصيل اي موضوع بنتكلم عنه يخص سلوك الطفل دكتور اخصائي التخاطب دكتور رانيا صلاح اخصائي التخاطب منورانا وكمان عضو معتمد ومدرب معتمد في تعديل السلوك للاطفال منوراني يا دكتور يا ربني خليك يا رانيا ده نوري كحويت دكتور النهاردة كل أم بتقول أنا ابني عنده فرط حركة وتشتت انتباه وأو أبي بساقي عادي نعرف إزاي بقى نفرق فرق كبير قوي بين فرط الحركة وتشتت الانتباه تعالي نقول علميا الجماعية الأمريكية للطب النفسي عام 1995 سوري 1980 ده من زمان بقى دكتور ده من زمان ليه وصفت عجز الانتباه وصفت نقص الانتباه بأنه الطفل ما بيقدرش يكمل أي مهام بس وصفته بوصف تقيل شوية قالت بيفشل بيفشل في إتمام أي مهمة انت بتقوليله عليها يفشل لو انت ديتيله أي حاجة صغيرة يركبها مجرد ما يسمع صوت جنبه تلاقي الطفل تشتت وبص النحية التاني مجرد ما تلاقي الطفل اكتب حاجة بسيطة وسمع صوت باب بيتفتح يسيب الألم ويبص نحية الباب اللي تفتح يبقى فشل في إتمام أي مهام دكتور دا وقاب بيفسل أنه يعد خمس دقيقة على بعض ده التراب نقص الانتباه وفرط الحركة هو ده كده يعني؟ ده نقص الانتباه هو ده بس ليه حاجات كتير ما أخذي بالك ما أنا عايزة لأم إيه نقطة صغيرة لو ابني جيت وقلت له تعالى على الجنبي وما عادش جنبي تقولي ده عنده فرط حركة لا ابني لو ما سمعش كلامي ده عنده فرط حركة لا ابني لو خدكوا ببيت العصير جيه شربه رح ده لقى في الأرض ده عنده فرط حركة برضو لا فرط الحركة أعراض اللي بتظهر معي على الطفل بتاعته بتبقى بينا ووطحة إزاي بقى يا دكتور بينا ووطحة عشان الأمهات كلها ولا بتخلط بينهم أولا ما فيش حاجة اسمها طفل عنده ثلاث سنين سنة ونص عنده فرط حركة هو طب هيبقى سائي لا ده شقاوة عادية جدا ده اسمه استكشاف لما تلاقي طفلك فتح الادراج وعايز يخراج اللي فيها يستكشف لما تلاقي دي سي بيه طبعا احترمي رغبته انت بتعمل ايه وتشاركيه في العمل بتاعه تلاقي الطفل فتح التلاج عايز ينزل اللي فيها هو عايز يستكشف هو لسه عادي طالع من المكان ده وانا عايز اجيب الحاجات دي هدوق وهرمي لا استكشاف امتى قادر احدد انه فرط حركة لما الطفل كان من 4 سنين من 4 ل7 سنين ابتدي احكم على الطفل والمدة 6 شهور اتابع عنده خصائص واحد اتنين تلاتة شنقدر احدد اذا كان هو فرط حركة ولا شقاوة طب يا دكتور احدد ازاي اعرف منين اعرف مين انه عنده فعلا فعلا فرط حركة ده دمش طبيعي دي ساقو غير عالية عنده فرط حركة ما بينفعش يعد 3 ثواني 3 دقائق لحد 3 دقائق مستحيل يعد 3 دقائق على كرسي يعني الام تنتحكي هي واخد بالها هي واخد بالها ما بيعطش بيتكلم كتير قوي ما بيفكرش حتى لما بيجي تسأله على حاجة ويجي يرد ما بيفكرش في الرد متسرع دي اسمها اندفاعية تمام تبص تلاقيه ما بيستناش الدور اصبر اخوك الاول لا هو انا مش فاهم يعني ايه اصبر اخوك برغم اني سنه كبير انا ليه بقوله 4 سنين علشان هو مدرك هو فاهم لما قوله استنى اخوك او لو هو في الكلاس او في النيرسري التيتشر بتاعته بتقوله ايه بتقوله طب انتظر بس بالدور هو مش فاهم الدور عشان كده احنا في المراكز في العلاج السلوكي بنقيمه جدا حتة الدور معاك بنعمل حاجة اسمها الجلسات الجماعية علشان ياخد الدور يبقى فاهم من من الاول في العلاج والجلسات انا بس عايز اعرف هو عراض ده ايه يعني قصدي اللي هو ايه سبب ده يعني خلاص هو ده حصل طب قبل ما اقولك السبب اقول حاجة صغيرة عايز اعرف ليه بقى عسل مع ملوس طب قبل ما اقولي السبب والطفل بيتنططو بيروحو بيجي ويجي لكن لما ماما بتقوله بس بيبس ده كده شاقي ده كده مؤدب يا دكتور لا 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 شاقي الشاقي في حاجة ماما تقدر تعرفها لو خادته عند حد غريب برا راحت هايبر راحت ناجي راحت اي مناسبة اي احتفال بيلعب لكن اول ما تقوله خلاص او الجنبي او لو حد غريب هو الشاخط فيه تلاقيه خاف وجيه عجنب ماما فما يا دكتور بيخاف وبيقض جنبي فارط الحركة لا فامان يا رانيا فارط الحركة لو اي حد يكلمه برا من برا اي حد يكلمه هو ما بيسمعش الحد هو ما عندوش لا ما عندوش لا يا دكتور بساعدين يعرف يعني اسباب اسباب يعني ده بيحصل ليه كلهم بتقولك انا ابني كده ليه طيب عندي اسباب ورصية عندي اسباب اجتماعية عندي اسباب بيئية المشكلة في الاسباب اللي هي الورصية اللي هي الجينية لو في حد من العصب من الاب الجد العمام كان عندهم مشكلة فرط حركة هم صغيرين ده بيبقى واخد الجين بيحمل الجين معي دي بتبقى نسبتها بسيطة جدا بتبقى نسبتها 20% مش حاجة مش كل الأطفال بيحصل معمزة لا لا خالص بتيجي أكتر فرط الحركة مع مين مع أطفال التوائم التوائم المتمثلين هي الجينات بتاعتهم تركبتها كده في التوائم لما عملوا إحصائية ده دي نظريات لما عملوا إحصائية وجدوا إن أطفال التوائم أي توينز بتلاقي واحد فيهم أوكي يا هادي ما عندوش مشكلة شائشة عوعدية والتاني وده أنا بقى أكتف جدا ده أنا بقى أبله كتير جدا ألاقي كل ملاقي توينز ألاقي منهم واحد اضطراب ناس انتباه جامد طب يا دكتور أنا دلوقتي سبب ده بقى أنا عايزة أعرف لو إحنا قلنا جينيا خلاص دي حتة ممكن ما يدرش ندخل فيها هنتدخل فيها علاج طبي أو علاج سلوح حلو إحنا بقى عايزين دلوقتي نسوف لو في سبب أنا بعمله في المحيط حاجة تجنبها أول حاجة الأول بتلاقي الأكتر عند الولاد مش البنات دي معلومة برضو لازم الأم تبقى عرفها تمام إن فرط الحركة بييجي بالنسبة أعلى بكتير للولد أكتر من إيه من البند تمام طيب بالنسبة للبيئية هقولك على حاجات كل الأمهات بتعملها الألوان الصناعية مكسبات الطعم تمام المواد الحفظة ابني على مدار اليوم والله يعني يا دكتور ده هو كلب بسكويتا ما هي حضرتك أنت يديتيله بسكويتا وديتيله شوكولاتاية وشرب كنزاية وخد عصير وخد 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 في الآخر أنا جمعت مواد حفظة قد إيه أنت عارفة المواد الحفظة بتعمل إيه بتعمل إيه للجهاز العصبي بتدمره يا دكتور بتدمره ما ده بتتلف الخلايا العصبية ده بيخليه ما عايزة أسأل أنا تأثير دائي على الطفل أنا دلوقتي الطفل عندي عنده فرط حركة بيأثر عليه جدا بسبب تنتباه بيأثر عليه في المدرسة بيأثر نصيحتك بقى يا رانيا للأمهات هتعملي إيه الماما اللي بتودي ابنها النيرسري ويجي يدخل كي جي وان وكي جي تو بري وان بيملى الشنطة بتاعته في البوكس لانشو بوكس بتاعه البوطل بتاعت المية على جنب وتلاقي بقى الشنطة من فوق قد كده فيها إيه بقى فيها كل أنواع البسكوتات والشوكولاتات والعصائر كل دي حضرتك على مدار لما تيجي كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم على مدار سن الطفل بيعمل معايا الطراب نقص الانتباه وفرط الحركة طيب دلوقتي بقى عايزين نسأل حاجة مهمة جدا فيهم ما هيك تصير تقولك أنا هسيبه هو كويسه زي الفل وانا هسيبه لما يكبر هيتحسن مع نفسه تمام أنا سيبه فعلا أنا سيب ابني زي ما هو لا ولا كمل وابدأ واسوف وعاتر وحاول أدور يعني يا أبحث واسوف أعمل إيه ما هي يا ماما مش فاهمة أن حضرتك لو سيبتيه هو قريدي بيبداخل معاك في صوابات تعلم لأن احنا قلنا عنده إيه عنده تشتت انتباه من إيه تشتت الانتباه من فرط الحركة اللي عنده الطفل اللي ما بيجي من أول ما يدقل النيرسيري بتاعته لحد فيه ما فوق بيعمل إيه ما هو ما بيقاطش في الكلاس ما هو ما بيقاطش على ما فيش ما فيش عادة على الكرسي تلاقيه رايح جاي يربي دي ويشيل دي ويحط دي زميله ويقرس زميله ويخبط زميله ما هو مش منتبه للبرد التيتشور عادة بتشرح هو بيبقى دكتور كان متعورين وبيقضوا نفسهم جدا وبيقعوا كتير وبيتلغباتوا كتير جدا علشان عنده اندفاعي بالضبط عندنا تشتت انتباه هو كده تفاعل مع التيتشور بتاعته هو ما خدش أي معلومة ما فيش أي معلومة الطفل خدها طيب بالتالي اللي بيحصل معايا بيحصل معايا صعوبات تعلم ماما ما بتحسش بدغل لما بتقع الكرس أنا لو أنا علجه فيه حاجة اسمها تدخل مبكر او الملمس عليه مشكلة المانع انت بتعريضي على المتخصصين بيقولولك اه ولا لا يا ده طبيعي يا ده مش طبيعي بالضبط مش طبيعي يلا هناخد علاج سلوكي لكن لو الفرط جديد جدا لان فيه طبعا اطفال بيوصلوا لسن الست سنين بيولعوا في البيت بيحبوا يجيبوا الكابريت ويولعوا في الستاير يعني دكتور قصد حضرتك قبل ما وديه لدكتور نفسي اطفال اوديه لدكتور سلوكي ودكتور تخطي بيسوف هو من الأول بالضبط صح كده بالضبط بنعمل اختبارات كونرز بنعمل اختبار كونرز في المقييس بيبان اختبار ده بيبقى للأم مجموعة من الأسئلة الأم تتسائل وبتجاوي اوكي ابني طلع النسبة بتاعته الدرجة بتاعته طلع عد كده بي هو عنده فرط حركة وطبعا بيتحطي تحت الملاحظة 15 يوم علشان نسبة انه فعلا عنده فرط حركة ولا ما عنده طب هو اوثبت يا دكتور وتمان اتجنب ده ازاي احل ازاي احاولان مع نفسي ازاي لازم لازم العامل الطبي لازم طب نفسي أطفال الأمة بتتوجه لطب نفسي أطفال او طبيب مخ واصاب ليه لازم ياخد علاج دوائي طب هو لو ما خدشه كده ممكن يأثر على الكلام وتأخر الكلام طبعا تأخر الكلام معاه الادراك اللي اكتر من كل ده انه هو ما بيبقاش بيبقى الادراك بتاعه قليل جدا مزيل في سنه تكوني بتكلمي طفل عنده سبع سنين كانك بتكلمي طفل عنده أربعة نزلت من عمره العقلي تلات سنين ليه لانه هو مش منتبه لشيء هو ما اكتسبش شيء تمام فالأم بتحصل لكده طيب حصل معنا حاجة عمله إحصائية سنة 1995 الإحصائية دي بيّنت ان الأطفال اللي خارجين من الطفولة المتأخرة للطفول لسن المراهقة حصل معهم ايه اللي لم يتم علاجهم ولا سلوكيا ولا طبيا حصل 30% من الأطفال عمليات سرقة سرقة في المدارس وبين العائلات 40% حصل معهم مخدرات وكحليات وسجاير من سن 11 وال12 سنة تمام أطفال تانية كتير حصل بقى حراي وا 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 الأم انت مش هتستحملي ده لو انت ما عملتش تدخل مبكر بسرعة وشوفنا ابني عنده ايه وبسرعة تنفذي علاج سلوكي اوكي هتدي علاج دوائي برضو اوكي بس تلحقي تلحقي وكمان يا دكتور ما تتبيهوس الأول حاجة لمهدئات ما تتبيهوس أول حاجة لتغترة نفسية يلعبوا فيه بعلاجات علاجات علاجات دول لسه أطفال تابع الأول دكتور سلوكي دكتور تخاطب بتشوف الجلسات بتيجي معايا الجلسات بتيجي معايا لأن الأم نفسها في البيت لأن فيه سبب من ضمن الأسباب برضو معلش السبب الاجتماعي الاضطرابات النفسية داخل البيت القلق والتوتر والمشاكل الأسرية يعني لازم تعلم الأب والأم دلوقتي بيتفرجوا علينا خلوا بالكو يا جماعة الحاجات دي كلها بتأثر على الطفل بالزبط بالزبط يعني عصبية يا دكتور دي بتأثر جدا 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 الطفل عملوا إحصائية برضو كل الكلام اللي أنا بقوله نظريات علمي علمي يا دكتور عملوا إحصائية وجابوا مجموعة من الأطفال عايشين في بيئة مستقرة وأطفال عندهم توتر وقلق ومشاكل أسرية ومشاكل طلقات وي 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 عملوا إحصائية بين دي وبين دي تمام لأوا إن الأطفال اللي عايشين مستقرين في الجو الأسر بتاعهم ما عندهمش أي نوع من أي تشتت ومفيش خالص فرط حركة مفيش نشاط زيد معاهم يعني العمل اللي مهم جدا 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 الطفل اللي قاعد في شد وجزب وخناقات وطول النهار في مشاكل جامدة جدا بين الزوج وزوجة والطفل الدكتور اللي متسابل التلفزيون على طول دي دي بقى حاجة تانية دي حاجات تانية لما نيجي نعملها الطفل يا جماعة من عمر الشهور لو سمحتوا للتلات سنين ما يتفرجش على التلفزيون أصلا ما يتفرجش على الشاشة معلش معلش أوجه للأمهات لأن في أم أقولها ابنك ما يعودش على الموبايل تقولي لا والله ده هو بيقعد على التاب لا حضرتك لما بقول شاشة كل الأجهزة الإلكترونية لحد التلات سنين ما يعودش طب أصل هو كبر وانا عايزة بس أدعمه وعايزة أكافه طب أقولي ماشي نص ساعة لما بقول نص ساعة بقى نص ساعة دي لحد سبعة وثمان سنين نص ساعة على عمره يا دكتور نص ساعة في اليوم نص ساعة في اليوم على عمر الطفل حتى عمره لكن لحد ثلاث سنين لأ ممنوع ولا حتى ربع ساعة ولا تقولي لا سلوما بيأكلش غير قدام التلفزيون مع حضرتك ده سلوك مكتسب هو الطفل لما كان بيبي ورديع وبييجي ياكل حضرتك دلوقتي أنا أعدت قدام التلفزيون مش انت اللي عرفتي يبقى داني دا بقى يا رانيا معلش تقولي بقى للمشاهدين بتوعك إن الزوجة الجديدة لما تيجي تجيب البابي الجديد لو سمحتي مش انت تقولي لهوا كده كده ربيه زي ما انت تربيتي وانت صغيرة وانت صغيرة تربيتي منطق كانت بتأكلك ما بتفرقش على تلفزيون عسان كده يا دكتور عايزين نقول لهم إحنا دلوقتي اتخلقنا في زمن غير زمن عيالنا وزمن عيالنا غير زمن ما احنا تربينا كل واحد ليه زمنه وكل واحد ليه أخلاقه ليه تعاملاته انت اتعاملي باللي انت شايفيه على ابنك حسي بيه قداريه قباليه زي ما هو حتى لو فعلا عنده فرط حركة حتى لو فعلا مختلف فأي حاجة حسي ان هو مختلف وقباليه اختلافه واقباليه وحسي ان هو يعني القبول بتاعت ليه دا حاجة مهمة صح يا دكتور؟ طبعا لازم لا ينصح أخيرة بس تقولي هلما ليه من أمه زي تعاملوا مع البيبي بتاعهم مهما كان في اختلاف حتى لو عنده فعلا حتى لو عنده اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة انتي ماما انا على طول بقول ايه انتي اخصائية ابنك بزرط انتي اخصائية ابنك ابنك لو هتروحي تعالجيها يقعد ساعة عند المعالج لكن قاعد معاك انتي 24 ساعة انتي بس اللي هتقدر تعالجيه انتي بس اللي هتقدر تقافي معاه حضرتك فيه حاجات كتيرة جدا مقتسبة من البيئة من البيئة من البيئة تاني ليه لان انتي اللي عملتيها انتي اللي بتعملي كده مع الطفل انتي اللي طلعتيه وانتي اللي غلطي في حقه فانتي اللي لازم تصلحي الغلطة دي عشان كده يا دكتور عايزين نقول ان انتي مهمة في حياة ابنك تاني انتي اهم حد في حياة ابنك انتي والقب الام والقب مسئولية مهمة جدا عايزين تخلفه ربه صح عايزين تخلفوا حسوا بعيالكو جدا اقبلوهم وحبوهم وشاركوهم حتى لو أدفع الحاجات الزغيرة اسمعوهم بإنصات وبحب حسوا قد إيه هم مهمين قوي في حياتكو كل ما افتكرتوا أنه هي نعمة ربنا مديها لكو كل ما هتقدروا تحافظوا عن نعمة دي أوقات كتير قوي مش بنحس بنعمة اللي في قدينا لازم نحس بيها عشان نقدرها ونحتويها الأمم محتاجة صبر كتير جدا 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 استحملوا عارفة أن أنتوا بتعافروا خلينا كلها نعافر مع الأمومة ونربي أولادنا تربية صح تربية سليمة شكرا يا دكتور تعبنيكي معينا ونورتينه وأفستينه جدا ربنا خليكي لنا يا دكتور وسكرا لوجودك معينا النهاردة شكرا لكم وشكرا لكل المشاهدين شكرا لكم وشكرا لمتابعيكم معينا النهاردة يا رب تكونوا استفدتوا وخلوا بالكم من عيالكم وعيالكم مهمين قوي في حياتكم وإنتوا لازم تكونوا صعدة عشان تعرفوا تربيهم بسعادة ونتقابل في حلقة تانية إن شاء الله قريبا جدا برضو عن الطفل وبرو عن الأم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر